إزالة الماء من العين لم يقتصر إبداع المسلمين في العلوم الطبية على علاج الأمراض في حسب بل تميز علماء الطب المسلمون بأنهم أول من عرف التخصص ومن أهم التخصصات التي برع فيها الأطباء المسلمون طب العيون أو ما كان يعرف عندهم بالكحالة وكان يطلق على أطباء العيون الكحالون لقد كان عطاء الأطباء المسلمون عظيماً في طب وجراحة العين وتغلبوا على الأطباء الغربيين في زمانهم وأبدعوا في وصف تركيب وتشريح العين وإجزائها فكان الكحال يعالج أمراض العين ويصنع ويصف الدواء المناسب ويجري جراحات للعين إذا تطلب الأمر ذلك ومن الجراحات التي نالت الكثير من الاهتمام والتطوير والبحث العلمي عند الأطباء العرب جراحة الساد أو الماء الأبيض في العين فهم الذين علموا العالم جراحة القدح وهي إزالة الماء الأبيض من العين وهم من صنع وطور المقادح العينية وهي الأداة التي استخدموها لإزالة الماء من العين فالماء الأبيض أو ما يعرف بالساد عبارة عن إعتام عدسة العين والتي عادة ما تكون صافية تماماً وتحولها من اللون الشفاف إلى اللون الأبيض الأمر الذي يعيق عبور أشعة الضوء إلى مؤخرة العين الشبكية فيؤدي إلى إضعاف الرؤية وظهور الصورة بشكل ضبابي وعندما نتحدث عن جراحة قدح الماء الأبيض من العين فإننا نتحدث عن الطبيب العالم محمد بن قسوم بن أسلم الغافقي وهو كحال من قرطوبة الإسلامية ومن أوائل من أجروا جراحة لإزالة الماء الأبيض من العين وله طريقته الخاصة بذلك وكان من الأطباء الذين وصفوا تركيب العين وتفاصيلها فقال الغافقي عن العين وتركيبها في كتابه الشامل المرشد في طب العيون أو المرشد في الكحل إن للعين أعصاباً تؤدي وظيفة الحس العصب البصري وإن لها عضلات تحريقها يمنة ويسرى وفوق وتحت ولها رباط يثبتها مكانها أثناء حركتها وجعلت خفية لحمايتها من الأشياء الواردة من الخارج أي الجفن لحماية العين وشرح الغافقي أن العين تتكون من سبع الطبقات هي الشبكية العنكبوتية العنبية القزحية القرنية الملتحمة المشيمية المشيمة وأخيراً الصلبة وصف الغافقي وصف الغافقي عملية قدح وإزالة الماء الأبيض من العين فقد كان له طريقة خاصة عند إجراء العملية كما وصفها في كتابه المرشد في الكحل وهي كالتالي شرح بداية حالة المريض وبأنه يجب أن يكون بصحة جيدة فلا يكون مصاباً بالزكان أو السعال وأنه قد أفرق ما في أمعائه ومعدته ثم تحدث عن الجو العام والطقس في يوم إجراء العملية فيجب أن يكون يوماً مشمساً لا رياح فيه ولا غبار ثم شرح وضعية المريض عند إجراء العملية يجب أن يجلس المريض على مخدة عالية أو كرسي وركبته مضمومتان لصدره وذراعاه تحيطان ركبتيه ويجلس الطبيب على كرسي أو مخدة قبالة المريض ويقف مساعد الطبيب خلف المريض ويثبت رأسه بيديه بعد ذلك وصف الغافقي العملية باستعمال المقدح والمبضع المصنوعين من النحاس يرفع الكحال أو الطبيب الجفن إلى الأعلى في العين المصابة حتى يفترق عن الجفن الأسفل وتظهر سائر العين ثم يمسك المقدح من جهة الزاوية الصغرى للعين ويؤشر بذنبه على الموضع المراد ثقبه وذلك بالضغط بها على المكان لتترك علامة لمكان دخول المقدح ثم يقلب المقدح ويمسكه من ذنبه ويضع طرف المقدح المثلث الحاد على العلامة وهو يمسك مقلة العين من الأسفل وفوق الأجفان حتى لا تتحرك العين أثناء القدح وتثبت ثم يضغط بشدة ليخرق الملتحمة والقرنية وإذا كانت الملتحمة مطاطية وصعب إنفاذ المقدح فيها يستعمل المبدع مدور الرأس لخرق الملتحمة ثم يدخل المقدح من المكان الذي ثقبه المبدع ويضغط المقدح حتى يحس أنه وصل إلى فراغ ثم يدخله ويديره قليلا قليلا حتى يراه من خلال القرنية فوق الماء الأبيض ثم يرفع أسفل المقدح قليلا ويكبس الماء إلى الأسفل لتمتصه العنبية القزحية وبذلك يتخلص المريض من الماء الأبيض ثم يخرج المقدح من العين وتضمد وبعد انتهاء العملية يضع المريض في بيت مظلم ويكون نائما على ظهره ويسند رأسه من الجانبين ويحذر من جميع الحركات أو الكلام ويفضل أن لا تحل العصب إلا في اليوم الثالث ويبقى المريض على حاله من قلة الحركة ويسبل على وجهه خرقة سوداء وتبقى كذلك إلى اليوم السابع